أهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كنت عملت بسط كده من كم يوم إن الضغط اللي هو 120 على 80 ده مش طبيعي إنه ودي حاجة اسمها مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط يعني مش طبيعي فمعزم الناس طبعا اللي هم عندي الأطباء طبعا موافقين على كده في ناس بقى تانية مش موافقين بيقول لك لا ده في ناس ضغطها 130 على 80 أو 130 على 90 وماشيين زي الفل ولو ضغطهم نزل عن كده ساعات يحسوا وأعراض يعني فأنا حبيت أتكلم عن النقطة دي اللي هي مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط كلنا عارفين إن في السكر في حاجة اسمها مرحلة ما قبل السكر وتكلمت عنها في فيديو قبل كده وهي باختصار إن السكر أعلى من الطبيعي لكن مش عالي لدرجة إن إحنا نقول إن ده أصبح مريض سكر فهي مرحلة اسمها مرحلة ما قبل السكر ولازم الانتباه ليها زي ما شفنا في الفيديو هناك وهسيب لك الرابط بتاعه تحت كذلك الأمر في الضغط الضغط الطبيعي هو أقل من 120 على 80 أقل يعني الضغط الطبيعي المفروض لحد 119 على 79 أما لو واحد ضغطه 120 على 80 فده مش طبيعي لكن مش الضغط المرتفع بقى اسمه ما قبل ارتفاع الضغط مش طبيعي لكن في مرحلة وسط فلو واحد ضغطه 130 على 85 في مرحلة ما قبل الضغط لحد 140 على 90 اللي ضغطه 140 على 90 ده خلاص أصبح مريض ضغط طبعا بعد ما نكون قيسنا الضغط ثلاث مرات بالاحتياطات اللي هي اللازمة يعني عشان في واحد قال لي انه ممكن واحد يكون بينهج وبقيسه هو واقف فضغطه عالي انا مليش دعو بالكلام ده المفروض اللي قيس الضغط يكون قاعد على كرسي ومستريح وما يكونش شارب سجاير قبلها ولا حتى كافيين قهوة او شاي قبلها بنص ساعة ولا بينهج ولا اي حاجة وحتى يقول لك لازم يكون رجليه مرتاحة على الارض وادراعه مسنود على المكتب يعني البروكوشنز دي تكون يكون عاملها انا بتكلم على الاياس طلع كام فالاياس لو طلع 140 على 90 140 على 90 اكتر من 3 مرات في 3 زيارات مختلفة فده اصبح مريض ضغط الاياس 130 على 85 او اي مرحلة بقى ما بين 120 لحد 140 3 مرات و4 في 3 زيارات فدي مرحلة اسمها مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط طيب هل هنعالجها هنديها علاج يعني برشام لا مش هياخد علاج لكن هنتبعها اولا وهنعمل لايف ستايل موديفكيشن يعني هنزبط نمط حياته لو وزنه زيادة لازم ينزل وزنه وينتابع الكلام ده لو بيأكل ملح زيادة لازم يقلل الملح في الاكل ما بيلعبش رياضة لازم يعمل رياضة لو بيدخن ما يدخنش لو بياخد علاج سكر يزبط السكر بتاعه وهكذا لو الدهون عنده مرتفعة هنعالجها فمرحلة ما قبل الضغط زيها برضو زي مرحلة ما قبل ارتفاع السكر دي مش بيديها ادوية لكن بنزبط نمط حياة الانسان ده وبنتابع الضغط بتاعه زي في السكر ما بنتابع السكر بتاعه بس الموضوع بسيط يعني لو ضغطك 120 على 80 بالزبط دي مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط المفروض يكون اقل من كده لكن مش بند علاج ولما يجي لنا واحد مثلا لو واحد جالي واستره الضغط لديه 130 على 80 هل هقوله انت ضغطك عالي مش هقوله كده هل هقوله بقى مرحلة ما قبل الضغط والكلام لو مش هيخد بال ومش هيفهم معي كويس بشوف انا الريسك فاكتورز اللي موجودة معاه واقوله عليها وانبهه عليها واقوله تابع ضغطك بس يعني انا لو لقيته التخين وزنه زيادة حتى لو ضغطه طبيعي انا بقوله نزل وزنك اي حد بيجي لولا يدخين بقوله نزل وزنك وبنبه عليه كده بأكد عليه جاهب نزل وزنك بيدخن حتى لو ضغطه طبيعي بقوله ما تدخنش بس انا بفرض لو ضغطه 130 على 85 هقوله ما تدخنش نزل وزنك اعمل رياضة قل للملح تابع بعد كده اياسة ضغط بتاعك هي دي الفكرة يعني فده النقط اللي كنت عايز اتكلم عنها ان من اول 120 على 80 لحد 140 على 90 دي اسمها مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط اسمها بريهايبرتينشن وده مش ضغط طبيعي ده اعلى من الطبيعي لكنه لا يشخص على انه اصبح مريض ارتفاع ضغط مزمن وفي النهاية عايز بس اسأل سؤال يعني هو مين اللي بيحدد الضغط الطبيعي يعني مين قال ان الضغط الطبيعي لازم يكون 120 على 80 لماذا نقولش مثلا ان الضغط الطبيعي 130 على 80 ونمشي الناس كلها على كده يعني احنا بنقول كده ولا الدراسات اللي بتقول كده ولا ايه بالزبط طب هديك مثال تاني السكر مثلا ليه الصائم الطبيعي يكون اقل من 100 او ساعات كنا بيقوله 110 زمان لماذا قاله لازم يكون الصاهم اقل من 100 طب احنا ممكن نخلي الصاهم اقل من 130 والشخص مش يكون عنده اعراض برضو على حاجة وزاي الفل و130 صايم ايه المشكلة يعني هيحس بايه يعني ده في ناس سكرها تلتمية ومش حاسس باي اعراض وفي ناس ضغطها مية وستين مثلا على مية او على تسعين ومش حاسس باي اعراض تم احنا نقول الطبيعي مية وستين الكلام ده اللي بيحدد الطبيعي سواء في الضغط او في السكر حاجة اسمها ريسك فاكتورس لما الدغط يعلي عن ايه يبقى الريسك فاكتور يبقى ده ريسك فاكتور ان يحصل كورونري آر تيزيز ان ي يحصل مشاكل في القلب في الأوعية الدموية يحصل في الشرايين وباقي المضاعفات وهكذا كذلك الأمر في السكر لقوا إنه لما يزيد عن القياسات اللي هي المحددة اللي هم محددينها دي بيزيد الرزق بيزيد الرزق على الكلا على العين على الأوعية الدموية على القلب وهكذا فدي دراسات معمولة دراسات معمولة إن الطغط الطبيعي المفروض لو عالي أكتر من كده هيبدأ يسبب مشاكل في المستقبل أو يعني رزكي ودمتم في أمان الله